هاي كيف الجميع عملنا بالفيديو الماضي قناش الكراميل فحبيت بها الفيديو علمكم كيف ممكن نستخدمه ونعمل منه كريمة زبدة بمكونات كتير بسيطة وسهلة وننغلف في الكيكات ونعمل منه اشكال كتير حلوة ديزاين للكيك بتبك هالشكل شوفوا القوام تبعه كريمة نعمة وملسة وابن ما نبلش الفيديو فحبيت شكر كلي يشتركوا بقناتي واللي لسه ما يشترك بقناتي يجبوز زر السبسكرايب تحت الفيديو وهلأ خلونا نبلش بمقاديرنا الوصفة كتير بسيطة هي عبارة عن زبدة بس وكريمة القناش يلي عملتها قبل الزبدة زبدة لينة لازم تكون بحرارة الغرفة نطلع قبل بوقت ونقسمها مكعبات حتى تترى معنا اكتر اهم مرحلة هلأ يلي رح نعملها انه نخفق الزبدة بشكل كتير منيح اهم شي انه نحن نخفقها لمدة خمس دقايق في كتير ناس بترتكب خطأ انه بتخفقها لمدة دقيقة او دقيقتين لسه الزبدة ما بتكون تحولت لكريمة بتكون لساتها الزبدة الزبدة لازم تتحول لقوام كريمي ويصير لونة ابيض متل ما شايفين هون هلأ تقريبا مر بحدود الدقيقة لدقيقتين لسه الزبدة ما اخدت القوام البدية رح ضل اخفقها تقريبا متاك والمتل ما قلت لكم بحدود الخمس دقايق حتى نوصل للشكل اللي بدنا هيك تقريبا بعد مرور ثلاث دقايق بتصير بهالشكل ضروري انه تكون ما الزبدة سايحة تكون اكيد بحرارة الغرفة وهلأ هيك بعد مرور تقريبا اربع لخمس دقايق شوفوا كيف صار شكله انا هاد الشكل اللي بدية تحولت لكريمة هون انا بقدر اضيف بعدين الجناش الكراميل اللي عملته هيك بعد مرور خمس دقايق شوفوا كيف صار شكل الكريمة عم بقول علي كريمة مع انه هي زبدة بس تحولت الزبدة لكريمة لون ابيض تغير من لون الاصفر للابيض انا مستخدمة هون زبدة لورباك حيواني هلأ بها المرحلة بدي جيب جناش الكراميل متن شايفين هيك قوامه بحرارة الغرفة بدي ضيفه للزبدة هاي بس مكوناتنا لازم نحضر جناش الكراميل قبل بعدين بنضيفه للزبدة والمآدير بتلاقوه بصندوق الوصف هلأ بها المرحلة بدي اخلط كمان بالخفاقة بدي ضل اخفق حتى احصل على قوام مليس هلأ اول نص دقيقة رح تحسوا انه الزبدة كالثلاث بس ضلوا خفقوا حتى تنعم معكن الزبدة او كريمة الزبدة بشكل كامل في عندي فيديو عن مشاكل كريمة الزبدة فيكن تتعلموا كيف ممكن ترجعوا اضطروا بتلاقوه اكيد على قناتي هيك تقريبا بعد مرور دقيقة شوفوا كيف شكل الكريمة لسه بدي خفق شوفوا كيف مبرغلة بتحسوا معنى مزبوطة بس كملوا خفق رح تنعم معكن وممكن حتى شوي يعني للحظات على حمام او بخار مائي تعطيها تراوي اكتر بنرجع منكمل خفق بتنعم معنا هلأ لو عملناها قبل بوقت كمان منحضر كيكتنا كمان فينا نرجع نعطيها خفقة صغيرة قبل ما نبلش تمليس للكيك وهيك بتكون كريمة الزبدة بقناش الكراميل صار جاهزة معي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من وصفة صار فيكن اللا تدهنوا فيها الكيك او تعملوا مننا الاشكال لتزيين الكيك وتراقبوا لقدام بدي عملكون وصفة كيك كمان بدي استخدم فيها هالكريمة شوفوا قواما كيف ناعم وحلو قبل ما ننهي فيديو ما تنسوا تعملولي اكيد سبسكرايب بالزر الرحمة تحت الفيديو وتشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك والانستيجرام والتيك توك ويندي باستري بتشكركم كتير للمتابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة